السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم عزائي الطلاب والطالبات في درس اليوم درس حل المعادلات والمتباينات الأسية نتمنى لكم دائماً وأبداً متابعة طيبة طبعاً في الدرس السابق خذنا استكشاف كيف نوجد حل المعادلات والمتباينات الأسية باستخدام برامج الرسم البياني اليوم بإذن الله رح نشوف كيف نحل هذه المعادلات والمتباينات باستخدام الحل الجبري طبعاً ما رح نقدر نحل كل المعادلات إن شاء الله على نهاية الفصل رح نقدر نحل كل المعادلات لكن اليوم رح ناخذ نوعية معينة أو خاصة من المعادلات الأسية فنتمنى لكم دائماً وأبداً متابعة طيبة دعونا نتعرف على محاور هذا الدرس سنتعلم ابتداء حل المعادلات الأسية ثم بعد ذلك كتابة دال الأسية يعني إحنا نكتبها وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن مسألة الربح المركب وهي مسألة اقتصادية مهمة جداً في علم الاقتصاد ثم بعد ذلك سنتكلم عن حل المتباينات الأسية نبدأ على بركة الله بقراءة فقرة لماذا تتزايد اشتراكات مواقع الإنترنت بطريقة سريعة فتأخذ شكل دال الأسية فإذا كان عدد الاشتراكات في أحد المواقع يعطى بالمعادلة Y تساوي 2.2 ضرب 1.37 OS X حيث أن X هو عدد السنوات عام 1435 والY هو عدد المشتركين بالملايين فيمكنك استعمال هذه المعادلة لتحديد عدد المشتركين في سنة معينة فأنا مثلاً لو كنت أبغى المشتركين عام 1440 فهذا بعد خمس سنوات فأعوض الـ X بكم أعوض الـ X بخمسة وأوجد الناتج لهذه المعادلة نبدأ على بركة الله بطريقة حل المعادلات الأسية فالخاصية الأساسية تقول أنه إذا كان أساس العبارة الأسية أكبر من صفر وهو لا يساوي الواحد نفس الشروط التي تكلمنا عنها في الدرس الأول فإنه إذا كان عندك BX تساوي BY فهذا يدل على أن الـ X تساوي Y أي أنه إذا تشابه الأساس يتشابه الأس بهذا الشكل إذا تساوى الأساس يتساوى الأس أو تساوى العبارات الأسية فبالتالي تتساوى الأسس والعكس صحيح فكلمة إذا وفقط إذا هذه معناها أنه إذا تحقق هذا فإن هذا يتحقق وإذا تحقق هذا فإن هذا يتحقق بهذه الصورة فمثلاً لو جيت قلت لك أنا 3 أس X تساوي 3 أس 5 فهذا معناه أن الـ X تساوي 5 وإذا كانت الـ X تساوي 5 فإنه 3 أس X تساوي 3 أس 5 ولا يشترط ذلك يعني لو كان أنت الـ X تساوي 5 ممكن أن أقول 8 أس X تساوي 8 أس 5 فأي أساس حطي أيضاً يعتبر صحيح نشوفها الحين بس قبل ما ندخل على حل المعادلات الأسية نحتاج أن نتذكر مع بعض قوى الأعداد فما هي قوى العدد 2؟ 2.1 2 2.2 4 2.3 8 إذن هنا راح أخذنا 2 أس إني يعني أبغى اللي هو قوى العدد 2 2.4 16 2.5 32 2.6 64 2.7 128 2.8 حيكون 256 2.9 512 و 12 10 10 10 يعني على الأقل أن نصل إلى 10 في الأثنين لأنه يعتبر من أهم الأسس سنحتاج هذه القوة يعني أنا من يوم أشوف أي عدد من هذه الأعداد أعرف أن هذا الأدد من قوى العدد أثنين طيب الثلاثة أس إن عندي ثلاثة أس واحد ثلاثة ثلاثة تربيع تسعة ثلاثة أس ثلاثة سبعة وعشرين ثلاثة أس أربعة واحد وثمانين ثلاثة أس خمسة ميتين وثلاثة وأربعين ثلاثة أس ستة ممكن يعني نوصل لها في الأخير نقول سبعمية وتسعة وعشرين سبعمية وتسعة وعشرين يكفينا إلى هنا عندما نيجي للأربعة أس إن فبالتالي يلاحظ أن يرح أخذ وحدة باترك وحدة وأخذ وحدة من قوة الأثنين أترك وحدة وأخذ وحدة أترك وحدة وأخذ وحدة بهذه الصورة فبالتالي راح أقول أن قوى العدد أربعة هي على النحو التالي 4 أس 1 أربعة 4 تربيع 16 4 تكعيب 64 شوف أنا ماشي على نفس جدول الاثنين بس ايش او قوة الاثنين لكن اترك وحدة واخذ وحدة و 4 أس 4 حيكون 256 4 أس 5 حتكون كم حتكون 1024 طي قوة العدد 5 عندنا 5 أس 1 5 5 تربيع 25 125 625 3125 يعني هذه قوة العدد خمسة على الأقل نكون عارفينها قوة العدد ستة ستة أس واحد ستة ستة تربيع ستة وثلاثين ستة تكعيب ميتين وستعشر يعني على الأقل نعرف الأس ثلاثة قوة العدد سبعة عندك سبعة أس واحد سبعة طبعاً سبعة أس اثنين ستكون سبعة تربيع اللي هي تسعة وأربعين وسبعة أس ثلاثة ستكون 343 لاحظ أن عندك هنا 343 وعندك هنا 243 243 هي من قوة 334 343 عفواً هي من قوة العدد سبعة فلازم أفرق أنا ما بينهم يكفيني إلى أس ثلاثة الثمانية أس إن لاحظ أنك أنت هنا بتترك ثنتين وتأخذ وحدة تترك ثنتين وتأخذ وحدة تترك ثنتين وتأخذ وحدة تعلق لنأخذ الأس ثلاثة في الثمانية فبالتالي بقول ثمانية أس واحد ثمانية ثمانية تربيع 64 ثمانية تكعيب حتكون كم؟ 512 التسعة أس إن طبعاً نفس طريقتي مع الأثنين أبترك وحدة وأخذ وحدة بس مع الثلاثة وهكذا فبالتالي بقول تسعة أس واحد تسعة تسعة تربيع واحد وثمانين تسعة تكعيب سبعمية وتسعة وعشرين والعشرة عاد بن حلال يعني عشرة أس واحد عشرة مية ألف عشرة آلاف كل مرة نزيد صفر يعني العشرة بسيط ممكن نعرف أي قوة له هذه القوة حنحتاجها لما نجي نحل الأعداد يعني في حل المسائل نأتي الآن إلى خاصية المساواة طبعاً تكلمنا عنها للدوال الأسية ونطبق عليها في حل المعادلات الأسية لما نجي الآن أيها الأخوة الكرام نلاحظ هذه المعادلة أبغى أوجدنا قيمة الـ X لازم أوحد الأساس لازم أوحد الأساس عشان أحصل على نتيجة أنه BX تساوي BY فهذا يعطيني X يساوي Y فبالتالي أنا أبغى أوحد الأساس فأمني أوحد الثمانية على الاثنين أو أوحد الثمانية على الثمانية دائماً الأسهل أنك توحد الكبير على الصغير يعني الصغير تترك كما هو فأقول 2SX أتركها كما هي والثمانية أحولها إلى 2 تكعيب ولا ننسى أن كلها عليها إيش؟ تكعيب بهذا الشكل وش العلاقة بين عندك هنا 2SX كما هي هنا عندك 3 و3 وش العلاقة بين 3 هذه وال3 هذه علاقة ضرب فبالتالي الناتج هيصير هنا كم؟ هيصير 2S9 لاحظ الآن تساوى الأساس أنزل الأسس وبالتالي أقول أن X تساوي 9 بهذا الشكل إذن دائماً هدفنا في حل المعادلات الأسية أني أوحد الأساس عندي عدد كبير وعدد صغير أروح أوحد على العدد الصغير يعني العدد الصغير هو اللي أبقي والعدد الكبير هو اللي أحوله أحياناً أحتاج أني أحوله لثنين مع بعض فبالتالي يعني على حسب الاحتياج أنت تقوم بعملية تحويل الأهم شيء الهدف الرئيسي أن نحن نوحد الأساس خنشوف أقرأ بيه مع بعض 9S2X-1 يساوي 3S6X طبعاً التسعة بحولها إلى 3 تربيع 2S2X-1 وهذه تساوي كم؟ تساوي 3S6X بهذا الشكل العلاقة بين الاثنين وبين الاثنين X-1 علاقة ضرب فبالتالي بقول هنا ثلاثة وهنا بصير معك 4X-2 لأنني ضربت الاثنين في الحدين يساوي 3S6X لاحظ أن الأساس توحد وطالما أنه توحد الأساس راح أنزل الأسس فبالتالي بقول أن الأربعة أكس ناقصاً لثنين تساوي 6X أنقل الأربعة أكس عاد للطرف الثاني الحين يعني صار حل معادلة بسيطة وبالتالي راح نقول أن هنا سيبقى معي السالب 2 يساوي 6X-4X ومنه 2X تساوي سالب 2 ومنه فإن الأكس تساوي سالب 1 الأكس تساوي سالب 1 وبالتالي نكون كذا حلينا هذه المعادلة الأسية البسيطة نشوف تحقق من فهمك عندنا 64 و 64 بلا شك 64 هي من قوى العدد 4 فبالتالي بقول الأربعة بتركها كما هي 2N-1 وال64 هي عبارة عن 4 أس كام شوفوا جدوى القوى لأعداد هذا حتى تحفظونه هي القوى الثالثة من قوى العدد 4 وبالتالي راح أقول أن 64 هي 4 أس 3 وطالما أنه توحد الأساس بنزل الأسس 2N-1 تساوي 3 معادلة بسيطة 2N تساوي 4 وبالتالي فإن الـ N تساوي 2 يعني بهذه البساطة أيضا عندنا الخمسة والمئة وخمسة وعشرين الخمسة بتركها كما هي 5 أس 5 X تساوي 125 هي عبارة عن 5 تكعيب الكل أس X زائدا أثنين الحين سأقوم بتوزيع الأسس وبالتالي بوزع الثلاثة على الأسس والاثنين وبالتالي تصير 5 أس 3 X زائدا 6 بهذه الشكل الآن توحد الأساس أنزل الأسس فأقول 5 X تساوي 3 X زائدا 6 ننقل الثلاثة X للطرف الثاني تصير 5 X ناقصا 3 X تساوي 6 وبالتالي 2 X تساوي 6 وأخيرا فإن الـ X تساوي كم الـ X تساوي 3 شفنا حل المعادلات الأسية يعني بسيط جدا فقط تقوم بتوحيد الأساس بين الطرفين ننتقل الآن أيها الأخو الكرام إلى مسألة كتابة دالة أسية نريد أن نكتب دالة أسية طبعا الدالة الأسية دائما يكون فيها معامل ويكون فيها عبارة أسية تتكوم من أساس وأس والأس دائما هو المجهول فصورة العبارة الأسية هي هذه العبارة Y تساوي A في B أو X نبغى نكتبها نقرأ السؤال معنا بدأ سلطان تجربة مخبرية بـ 7500 خلية بكتيرية لاحظ هذه البداية وبعد أربع ساعات إذن هنا هذا الزمن أصبح عدد الخلايا 23 ألف خلية إذن كان 7500 وصار 23 ألف المطلوب A أكتب دالة أسية على الصورة Y تساوي A, B, X تمثل عدد الخلايا البكتيرية Y بعد X ساعة يعني لاحظ هنا كأن هذه مسألة عامل النمو تذكرونها اللي أخذناها في الدرس السابق لاحظ أن الأي هو العدد الأساسي اللي هو كان 7500 الـ X طبعا هي عدد الساعات اللي هي تساوي إيش؟ تساوي أربعة فأنا الحين عرفت الأي وعرفت الأي باقي علي أعرف مين؟ أعرف الـ B يجب علي أني أعرف الـ B فبكتب المعادلة فبكتب Y تساوي A في بي X الـ Y صارت 23 ألف خلية بعد ما كانت 7500 خلية بعد مرور أربعة ساعات هذه معادلة تحتاج مني إلى حل كيف أحل هالمعادلة هذه؟ طبعا أول شيء أسوي أقسم الطرفين على 7500 أقسم هنا على 7500 وهنا 7500 طبعا 7500 هنا بتروح مع 7500 وبالتالي سأقول أنه الـ B أس أربعة اللي بقتلي في الطرف الأيمن تساوي أيضا ممكن يروح صفرين يروح صفرين من فوق مع صفرين من تحت تصير 230 تقسيم 75 230 تقسيم 75 بعد اختصار الأصفار الحين أنا أبغى قيمة الـ B كم؟ كيف أطلع قيمة الـ B؟ بكل بساطة نأخذ الجذر الرابع للطرفين نأخذ الجذر الرابع للطرفين وطبعا حنستخدم هنا الآلة الحاسبة فبالتالي سأقول ابتداء الجذر الرابع للـ B هو B الجذر الرابع للـ B أس أربعة هو B الآن أقول جذر الرابع اللي هو شفت ونأخذ الجذر الرابع بهذا الشكل ونكتب الآن الكسر اللي موجود عندي اللي هو ميتين وثلاثين تقسيم خمسة وسبعين وأضغطي ساوي طلع واحد فاصلة ثلاثة 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 يعني نقول واحد فاصلة ثلاثين نقول واحد فاصلة ثلاثين تقريباً بهذه الصورة وبالتالي أنا حين خلاص عرفت البي وبالتالي رح أقول أن العبارة الأسية هي واي تساوي سبعة آلاف وخمسمية ضرب واحد فاصلة ثنين وثلاثين الكل أس اكس بهذا الشكل إذن هذه هي الدالة الأسية المطلوبة عرفتنا الاي كم وعرفت البي كم وبالتالي كتبت العبارة الأسية كما هو طلبها الآن إذا عوضت الأس بأربعة بيعطيني ثلاثة وعشرين ألف طبعاً تقريباً لأن احنا الواحد فاصلة ثلاثين وثلاثين هذه تقريباً لو عوضت الأس بأربعة بيعطيني ثلاثة وعشرين ألف طيب لو أبغى بعد عشر ساعات أؤ enfim أعوض الأس بعشرة فأي عدد أو أي عدد من الساعات أبغى رح أعوض فيه في مكان الأكس فشوفوا معي الحين قالك ما العدد المتوقع للخلايا البكترية بعد 12 ساعة فأنت أقول أحسب Y تساوي 7500 في 1.32 أس كم أس 12 وهنا طبعا نستعين بعد الله سبحانه وتعالى بالآلة الحاسبة وبالتالي نقول 7500 ضرب 1.32 أس 12 بهذا الشكل وبالتالي الناتج يطلع كم يطلع الناتج 209,869 تقريبا 209,869 209,869 طبعا الوحدة هنا خلية هذا هو عدد الخلايا 209,869 بهذا الشكل نشوف تحقق من فهمك أنتج مصنع 3.2 ملايين عبوة بلاستيكية عام 1436 وفي عام 1440 يعني بعد أربع سنوات أنتج 420 ألف عبوة بإعادة تصنيع العبوات التي أنتجها عام 1436 و30 فهو سوى إعادة تدوير لبعض البقايا العبوات البلاستيكية الموجودة عندها فبالتالي طبيعي يكون العدد أقل مفترضا أن إعادة تصنيع استمرت بالمعدل نفسه أكتب دالة أسية على هذه الصورة اللي هي Y تساوي A B X فأنا أبغى أعرف اللي هو A وأبغى أعرف B فبالتالي قلنا A هو العدد الأساسي اللي قلنا كم يساوي ثلاث ملايين فاصلة أثنين يعني ثلاثة فاصلة ثلاثين مليون أو ممكن نقول ثلاثة فاصلة ثلاثين في عشرة أس ستة اللي هي تعطيني المليون طبعا بهذا الشكل بالنسبة للإكس هيكون عندي أربع سنوات وبالتالي راح أقول الآن أن 420 ألف 420 ألف تساوي اللي هي Y والله خلن نكتب المعادلة أول نكتب Y تساوي A في B أس X هنا بقول 420 ألف نتبهوا للأصفار العدد الأساسي ثلاث ملايين وميتين ألف يعني بهذا الشكل بهذه الصورة في B أس أربعة طيب أنا بغل B أس أربعة واش أسوي راح أقسم الطرفين على ثلاث ملايين وميتين ألف راح أقسم الطرفين على ثلاث ملايين وميتين ألف بهذا الشكل هذه تروح مع هذه الحين وممكن أروح أنا أربع أصفار من فوق مع أربع أصفار من تحت فبالتالي راح أقول الآن أن البي أس أربعة ستكون تساوي أثنين وأربعين اللي بقالي من فوق بعد ما شلت الأصفار الأربعة وتحت يبقى لك ثلاثمائة وعشرين بعد ما شلنا الأصفار بهذا الشكل كيف نتخلص من الأس الأربعة نأخذ الجذر الرباعي بهذه الصورة وبالتالي سيعطيني هنا بي تساوي هنا استخدم الآلة الحاسبة في عملية الحسابات راح نقول نبغى الجذر الرباعي لنفتح كسر أثنين وأربعين تقسيم ثلاثمائة وعشرين فيطلع مع الناتج يساوي كم صفر فاصلة ستين في المية تقريبا صفر فاصلة ستة في المية فبالتالي أستة من عشرة فبالتالي يطلع صفر فاصلة ستة تقريبا بهذه الصورة واحد من الطلاب ما شاء الله عليه يعني ذكي يقول أنه البي مفروض تطلع موجب أو سالب لأن هذا جذر زوجي فنحن نقول أن هذا الكلام صحيح أنه لازم يطلع موجب أو سالب ولكن في العبارات الأسية نحن قلنا أنه لا بد أن الأساس يكون موجب فالتالي الأساس السالب نهمله فبالتالي الجواب السالب للبي هو جواب مهمل لأنه في العبارات الأسية نأخذ فقط الإجابات ليش؟ الإجابات الموجبة أو الأساس الموجب فبالتالي رح نقول مباشرة أن هذا يساوي 0.6 بهذا الشكل وبالتالي لو جي تكتب العبارة بقول Y تساوي 3.200.000 ضرب اللي هو 0.6 الكل X على حسب عدد السنوات فلو حبيت أني أعرف 1481 كم بيصير عندي من عبوة فبالتالي ممكن أنا يعني الآن أستخدم أشوف الفرق بين عام 1436 و عام 1481 كم سنة عندنا الله حين حياتا طيبة 1436 ناقصا أو أعفوا 1481 ناقصا 1436 سنجد أني عندنا هنا 45 سنة فبالتالي بعوض في 45 فأقول Y تساوي 3.200.000 ضرب 0.6 أس خمسة وأربعين بهذا الشكل كيف جبنا الـ 45 نقول أن الفرق بين عام 1481 ناقص 1436 هو 45 سنة فبالتالي من هنا جبنا الـ 45 طبعا لما نحسبها الآن نقول 3.200.000 إن شاء الله عدد الأصفار صحيح ضرب 0.6 الكل أس خمسة وأربعين وبالتالي الناتج سيصير 3.32 في عشرة والسالب أربعة وش معنات عشرة والسالب أربعة؟ يعني راح أقول أن الناتج 0.000.000 3.3 يعني شوفوا 0.000.000 3.3 كده بهذا الشكل فبالتالي هنا نقول عبوة فبالتالي نقول أن هذا تقريبا يساوي 0 عبوة فبالتالي في عام 1481 لن يتبقى لدي إنتاج من هذه العبوات لأنه تقريبا يساوي الصفر وبذلك يعني نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وأخواتي وصلنا إلى نهاية المطاف في درسنا هذا لكن عندنا مجموعة من التدريبات لو قال لك هنا حل المعادلة الأسية طبعا بتحول هذه الأربعة ستين إلى ثمانية تربيع وبالتالي توحد الأساس بتقول أربعة إكس زائدا أثنين تساوي أثنين شيل الأثنين من الجهتين وبالتالي يبقى لك هنا صفر إذن أربعة إكس تساوي الصفر وبالتالي فإن الأكس تساوي الصفر إذن هذا هو الجواب الصحيح لو جينا هنا أيضا ممكن أن نحول أثنين وثلاثين إلى ثنين أس خمسة فبالتالي بقول الأس الأول هو ستة إكس والأس الثاني خمسة مضروبة في إكس ناقصا أثنين يلا نحلها المعادلة بقول ستة إكس تساوي خمسة إكس ناقصا عشرة أنقل الخمسة إكس للطرف الثاني بيصير هنا عندك إكس تساوي سالب عشرة إذن هذا هو الجواب الصحيح السؤال اللي بعده من أسئلة الاختبار التحصيلي الآن لاحظ هنا أعطاني الأساس جاهز ومتشابه فبالتالي بقول مباشرة أنزل الأسس 2 إكس زائدنا 2 تساوي 3 إكس إنقل 2 إكس للطرف الثاني حتصير 1 إكس تساوي 2 إذن هذا هو الجواب الصحيح سؤال سهل بالتحصيلي هنا أيضا ممكن الستة ثلاثين تحولها أنت إلى ستة تربيع فنقول أنه 4 إكس ناقصا 2 تساوي 2 وبالتالي حتصير 4 إكس تساوي 4 ننقل هذه للطرف الثاني وبالتالي حتصير موجب 2 وبالتالي يصير 4 وبالتالي فإن الإكس يساوي كم يساوي 1 شوفوا يعني يجي عليه أسئلة كثيرة في الاختبار التحصيلي مثل هذا الدرس البسيط ففرصة للطالب أن يجاوب بشكل صحيح هنا الثمانية بعتبرها 2 أس ثلاثة ومرفوعة إلى أس سالب ثلاثة فبالتالي بقول أنه عندي أنا 6 إكس ناقص ثلاثة في الطرف الأيمن وفي الطرف الأيسر 3 ضرب سالب ثلاثة فبالتالي تصير 6 إكس ناقص ثلاثة تساوي سالب 9 ننقل السالب ثلاثة للطرف الثاني تصير 6 إكس تساوي سالب 9 مع موجب 3 يعني 6 إكس تساوي سالب 6 وبالتالي فإن الإكس تساوي سالب 1 إذن وين الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو A هنا نفس الفكرة أيضاً بتحول أنت الأربعة إلى 2 تربيع فأنت بتقول عندك في الطرف الأول 5 وفي الطرف الثاني بتقول 2 ضرب 2 إكس ناقصاً 1 لأننا حولنا هذه إلى 2 تربيع ويعني مرفوعة إلى هذا القوس فبالتالي الآن سأوزع الاثنين على القوس 2 في 2 إكس هذه تعطيني 4 إكس و2 في سالب 1 سالب 2 أنقل الأربعة إكس للطرف الثاني فبالتالي تصير إكس تساوي سالب 2 بهذا الشكل نختم بهذا السؤال أيضاً نفس الفكرة يعني نفس الأفكار هذه بتحولها إلى 3 تربيع فبالتالي بنقول عندنا 2 مضروضة في إكس زائد 2 وفي الطرف الثاني عندك إكس زائد 7 هنا بتصير 2 إكس زائد 4 تساوي إكس زائد 7 أنقل الأكس للطرف هذا وأنقل الأربعة للطرف هذا تصير هنا 2 إكس ناقصاً إكس وفي الطرف الثاني 7 ناقصاً أربعة هذه بتصير إكس تساوي 3 إكس تساوي 3 والجواب الصحيح هو بي ونكتفي يعني اليوم بهذا القدر إن شاء الله على أمل لقاء بكم في درساً قادم نكمل معاً هذا الدرس أتمنى أنكم تكونوا استمتعتم فيه نلقاكم على خير وفي أمال الله